اشتركوا في القناة كانوا يخشون ان يتكرر ما هو قائم في تشيكو سلوفاكيا في جمهوريات اخرى تدور في فلك الاتحاد السوفيتي ربيع بلا ازهار في العام 25 وتسعمائة والف انتقلت اسرة دوبشيك من مدينة اورفيك في جمهورية تشيك الحالية الى الاتحاد السوفيتي كانت اسرة فقيرة من ابناء تلك الاسرة طفل اسمه اليكساندر وكان وقتها في الرابعة من العمر تلقى اليكساندر دوبشيك تعليمه في الاتحاد السوفيتي ثم انه التحق بمجمع صناعي كان يشتغل به والده وعمل الى جانبه في العام 38 وتسعمائة والف وكان اليكساندر يافعا في السابع عشر عادت اسرته الى تشيكو سلوفاكيا التي كانت تتكون من جمهورية تشيكو سلوفاكيا واشتغل ميكانيكيا في مصنع سكودا لسيارات في تلك الفترة انتسب الى الحزب الشيوعي كما انه شارك في مقاومة الاحتلال النازي كانت المرحلة مرحلة الحرب العالمية الثانية وكان المصرح الاوروبي مشتعلا وطموح النازية جامح يريد اكتساح كل الاقطار تلك التي حددها زعيم النازية ادولف هتلر مجالا حيويا لالمانيا لما وضعت الحرب العالمية اوزارها بدأ الصعود السياسي لنجم اليكساندر دوبشيك متسلقا سلاليم الحزب الشيوعي تشيكو سلوفاكي كان صعودا سريعا ففي العام تسعة واربعين وتسعمائة والف تم انتخابه سكرتيرا اولا للحزب في مدينة ترانسين وما لبث ان انتخب عضوا في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي تشيكو سلوفاكي ثم عضوا في البرلمان الوطني وفي العام اثنين وخمسين وتسعمائة والف انتخب امينا للجبهة الوطنية تشيكو سلوفاكية وبعد عودته من بعثة دراسية الى المدرسة الحزبية العليا في موسكو انتخب رئيسا للحزب الشيوعي في براتيسلافا ثم سكرتيرا اولا للحزب الشيوعي سلوفاكي فعضوا في المكتب السياسي نحن الان في العام ثلاثة وستين وتسعمائة والف كان صعودا سريعا وقد صارت الابواب مفتوحة في وجه اليكساندر دوبشيك لتولي المناصب الاعلى هو الان في الثانية والاربعين من العمر كانت الاحوال الاقتصادية في تشيكو سلوفاكيا تنذر كل يوم بالاسوأ وكان تدهور هذاك ينعكس تدهورا للأوضاع المعيشية للمواطنين وبدأ انتونين نوفوتني الزعيم تشيكو سلوفاكي عاجزا على مواجهة الوضع الاقتصادي للبلاد واضطر الى الاستقالة في العام ثمانية وستين وتسعمائة والف وباستقالته تم انتخاب اليكساندر دوبشيك امين العام للحزب الشيوعي تشيكو سلوفاكي خلفا لانتونين نوفوتني لم يكن اختيارا عفويا بل ان الاتحاد السوفيتي لعب دورا حاسما في انتخاب دوبشيك لشغل هذا المنصب كان الاتحاد السوفيتي متخوفا من ان ينفجر الوضع في تشيكو سلوفاكيا كان تقليدا لم يحد عنه دوبشيك فقد توجه الى موسكو مباشرة بعد انتخابه امينا عاما للحزب الشيوعي كانت النقمة الاجتماعية في تصاعد وكان المتاح من الامكانيات قليلا لا يكفي لاستثباب امن اجتماعية صارت مهددة ولذلك ما انعاد من زيارته الى الاتحاد السوفيتي حتى اعلن عن بعض الاصلاحات يأمل منها ان تساعد على امتصاص غضب الشارع الشيكو سلوفاكي وفي ركب تلك الاصلاحات التي اعلنها شيء من حرية التعبير والصحافة بل انه مضى ابعد من ذلك حين طرح برنامجه ذاك الذي سماه الطريق التشيكو سلوفاكي الى الاشتراكية وضمن ذلك البرنامج اعلن اليكساندر دوبتشيك ان لا وصاية للحزب الشيوعي على المجتمع وتعهد بالحد من السلطة التي كانت للاجهزة الامنية وبشر تشيكو سلوفاكيين بحقهم في السفر الى الخارج خلف الستار الحديدي كان مما يثير العجب ان يجرؤ مسؤول على الحديث عن اصلاحات ولذلك لم يرق الاتحاد السوفيتي ما كان يقوم به اليكساندر دوبتشيك وتمظهر عدم ريض الكريملين حملة دعائية مكثفة ضد اليكساندر دوبتشيك وبرنامجه الاصلاحي ولانه ابدا اسرارا على مواصلة سياسته وتطبيق برامج حزبه الجديدة فان الامر من منظور موسكو صار يعني ان دوبتشيك شق عصى الطاعة على الكريملين وتمرد عليه كان الامر يستلزم التدخل قادة الكريملين كانوا يخشون ان يتكرر ما هو قائم في تشيكو سلوفاكيا في جمهوريات اخرى تدور في فلك الاتحاد السوفيتي ولم يكن يحتمل لهذا التدخل من وجه اخر غير التدخل بالقوة في العشرين من غشت من العام ثمانية وستين وتسعمائة والف انطلقت وحدات عسكرية سوفيتية تدعمها قوات استقدمت من بلغاريا والمجر وبولاندا ومن المانيا الشرقية ايضا واخذت وجهة براغ وسيطرت على العاصمة تشيكو سلوفاكية في ساعات ولم يكن يساور احدا شك في ان تلك القوات الزاحفة تحت راية حلف وارسو سيعجزها بسط السيطرة على براغ في ساعات تم اعتقال الرئيس تشيكو سلوفاكي اليكساندر دوبشيك وارغم على السفر الى موسكو في اكتوبر من العام ثمانية وستين وتسعمائة والف للتوقيع على اتفاق مع قادة الكريملين كان ما تم توقيعه معاهدة بمقتضاها انسحبت قوات حلف وارسو من براغ في الفاتح من يناير من العام تسعة وستين وتسعمائة والف اصبحت يغوزلافيا فدرالية تتكون من تشيكو سلوفاكيا كان يعم البلاد شعور بالاحباط نتيجة اجهاض الاصلاحات التي كان اليكساندر دوبشيك قد باشرها وتنام الشعور المعادل السوفيات تبعا لذلك كان الجو مشحونا بعد شهرين من اعلان الاتحاد الفدرالي بين جمهورية تشيكو سلوفاكيا حضر الى براغ منتخب الاتحاد السوفيتي لرياضة الهوكي لاجراء لقاء مع منتخب تشيكو سلوفاكيا وكان ان انتصر المنتخب التشيكو سلوفاكي على ضيفه السوفيتي وبلا مقدمات غير اظهار الفرحة والانتشاء بذلك الانتصار اشتعل الشارع وتحولت مظاهرات الفرحة الى مظاهرات معادية للسوفيات اتت نيران ذلك اليوم على مكاتب شركة الطيران السوفياتية ايروفلوت وبدى الشارع وقد تفلت من كل سيطرة وظهر شبح تدخل سوفيتي جديد اضطر اليكساندر دوبتشيك الى تقديم استقالته في مارس من العام تسعة وستين وتسعمائة والف وخلفه على رأس تشيكو سلوفاكيا الزعيم السلوفاكي غوستاف هوزاك توارت الاضواء عن اليكساندر دوبتشيك الربيع الذي بشرت به اصلاحاته لم تتفتح ازهاره والثورة الناعمة التي حاولها ارتطمت بجدران سوفياتية من جليد وحديد لم تنتهي الحياة السياسية لدوبتشيك فقد تم تعيينه سفيرا في تركيا ثم تولى ادارة الغابات في براتيسلافا بين العامين سبعين وستة وثمانين وتسعمائة والف كان يراقب من مواقعه النائية عن براغ ثم انهارت الانظمة الشيوعية وراء الستار الحديدي في العام تسعة وثمانين وتسعمائة والف وكان طبيعيا ان يعود الرجل الى الواجهة وان يعاد اليه الاعتبار الذي يحدث كان قد مهد له هو قبل عشرين عاما لما انفصلت جمهورية تشيك عن سلوفاكيا تولى رئاسة الحزب الاشتراكي السلوفاكي في العام اثنين وتسعين وتسعمائة والف وفي شتاء ذلك العام توفي اثر تعرضه لحادثة سير لحظات في التاريخ من اعداد وتقديم عبدالصادق بن عيسى